هنا بشر تتشابه في سلوكها مع الفيروسات ويمكن أيضا توصيفهم بالوباء الوخيم على البلاد فهؤلاء يدعون محاربة وصول كورونا إلى البلاد عبر احتجاز المواطنين في ظروف غير إنسانية هنا يتم تخيير المرء بين دفع مبلغ مالي للعبور دون فحص أو أي معوقات أو البقاء في العراء لمدة 14 يوما وهنا أيضا يتم تجميع عشرات المسافرين إلى مكان واحد كإجراء وقائي منعا لانتشار الوباء على طريقة الميليشيا والمقصود بهنا جغرافيا نقطة أبو هاشم في منطقة رداع بمحافظة البيضاء حيث تشير الأخبار الواردة إلى أن امرأة مسنة وأخرى حامل توفيتا جراء السمرار ميليشيا الحوثينج باحتجاز المسافرين مصادر محلية قالت إن ميليشيا الحوثينج تواصل احتجاز مئات المسافرين القادمين من السعودية بمديرية الملاجم في ظروف معيشية وصحية بالغة الصعوبة بدعوى الحجر الصحي وأكدت المصادر وفاة امرأة مسنة جراء المعاناة تحت حرارة الشمس في حين تحدثت أنباء عن وفاة امرأة حامل جراء تعسر الولادة ومنع ذويها من إسعافها إلى المستشفى مضيفة أن الميليشيا تفرض مبالغ مالية على المسافرين بحجة رسوم الفحص كما تقوم بابتزازهم وأخذ مبالغ مالية تصل إلى 400 ريال سعودين مقابل السماح لهم بالمرور ما يعني أن الميليشيا تسخر كل شيء حتى الأوبئة لابتزاز الناس وأخذ أموالهم وأن الحديث عن الوقاية من دخول الوباء إلى البلاد ما هي إلا دعاية للاستهلاك الإعلامي كما جرت العادة